موسيقى بدي اسألك عن رأيك بأداء الإعلام بسنة 2014 أداء الإعلام عطول مبالغ فيه في 2014 وقبله ولقدام يعني خصوص الإعلام اللبناني منيح بشعاطل بس أنه في إشياء لازم تتغطى في إشياء ما لازم تتغطى سفر، سفر سفر، مش كلها اللعب، مش كلهم طلبات، بس في مراحل سفر هلأ بتقليلي ليه سفر؟ لأنه في إشياء أنا كمواضن عم بحكي في إشياء ما لازم تنحكي في تحصن ملموس شوية مش كتير، ما في شيء يطلع منيح لنشوفه الخمسة عشر زد طلع أحصل أداء الإعلام خربنا، كرهنا بعض، مينموم في مستويات، زيما على مستوى شو بدأ أصدق الإعلام السياسي إعلام تحط لك عشر دي، شي ستة عشر عودة لتاني فقرة من حلقة حرتاء جيد الشو لحلقة الليلة مع الإعلام جوش إرداحي وتعطينا مثال بالحلقة السابقة مع الفناني الممثل ندين الراسي لشخص دفع تمن مواقفه السياسية مهنيا أعطينا مثل جوش إرداحي اليوم قناة أم بي سي تعيد عرض برنامج أنت بتستاهل اللي كان مقرر يعرض قبل سنتين قبل ثلاث سنين قبل ثلاث سنين اليوم يعرض أنت اليوم على شاشة أسان وعلى شاشة أم بي سي أيضا هيدا شو؟ اعتزار؟ هيدا اعتراف بالخطأ؟ هيدا تغيير مواقف بالسياسة؟ تغيير مواقف بالأعلام؟ كيف تفسره؟ والله ما وجدت تفسير ولا سألت ما سألت بس أنا شخصيا بعتبر أنه هيدا نوع من إعادة الاعتبار أنه طالما البرنامج اللي منع من ثلاث سنوات ونص بدأ يعرض هلأ نيمة جديد لأنه كان مسجل وثلاث عشر حلقة ما بدي يقول أنه اعتزار بدي يقول أنه هيدا بما ثابت أنه يعني عرفان بأنه يا أخي نحن يمكن ما بعرف أخطأنا أو على كل حال بتحس الاعتزاز؟ ما عطردت أنا ما عطردت ما شو بتحس؟ طلع البرنامج وماشي حاله البرنامج لأنه أنتجته المحطة وتكلفت عليه وأنا أبطت حق يعني لما عملته بقى هني حرين هيدا ملكم ما في برنامج أنت تطلع فيه وبيخط حقه وانبسط بدك بتقول لي شو حسيت بيقول لك أنه شعور بإحساس جميل إحساس أنه شفتوا يعني طلع معي حق في شي بهذا الإحساس الجميل في شي من ثلاثة الثقر الشماتة النشوة لا 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 ولا شيء بس أنه إحساس أنه يعني اللي حصل كان بيناتنا بالنسبة لأنه اللي حصل عفى عليه الزمن وكان خطأ إعادة عرض برنامج جزوج إرداحي هل يمكن أن يفسر كتغيير النظرة السعودية للملف السوري؟ هل أدى؟ يعني فينا أحد العلامات؟ أنت أصل اليوم بتشوف فيه تغيرات بس أنا بفكر أنه يمكن فيه جهة بالسعودية عم بتعيد نظرتها للأمور عم ترجع تدرس موقفها شايفوا أنه كناطي حين سقرة يعني تغيير النظام بسوريا ما كان سهل صار إلو أربع سنين وبالعكس يعني الأمور عم ترجع لورا الأمور عم ترجع أحسن للنظام يعني في دول بالعالم كتيري ما عادت عم يتطالب بترحي رئيس الأسر كل الدول أصل ما عادت الطالب وصاروا عم يعتبروا أنه بقاء هذا النظام ضرورة يعني هذا المنقراء هذا المنشوفه اللي عم نتابعه من خلال التحليلات الغربية والعربية بتصور أنه صار فيه نوع من إعادة تموضع خلييني سميها عند بعض الأنظم العربية تجاه سوريا واتجاه اللي كانوا يحكوا مثلاً اللي فهم وقتها الكلام أنه هذا تأييد للرئيس بشار الأسد أو تأييد لا بس نحن أنا مؤيد ما بتراجع بس أنا بقول أنه كنت مؤيد للدولة أنا كنت مؤيد لسوريا أنا سوريا أخذها بالجملة مش بالمفرق بقى سوريا اللي أنا بعرفها بديها تبقى سوريا مثل ما هي لأنه إذا كان ضررت سوريا أو فرطت سوريا نحن أول ناس بلبنان ندفع التمن اكتمال إعادة تموضع الموقف السعودي يؤدي إلى عودة جورج إرديحي إلى MBC؟ لا مش متروحة القصة وأصلاً يمكن يعني الحمد لله أنا عندي عقدي وعندي برامجي مستمر يعني عقدي ومش متروحة القصة بها الشكل بس أنا أنا الـ MBC هشام بتعز علي يعني الـ MBC ما فيك توسط حطويس قصة زعلي أنا مش أنه ولا زعلي لأنه أخذوا موقف من موقفي السياسي زعلي أنه أخذوا موقف بوقت أنه أنا في رابط عضوي بيني وبين الـ MBC يعني عم تجي أنت تفك شي موصول من زمان نحن خيطناه سواء يعني من وقت ما بدأ من سيربح المليون وبدأت الـ MBC تشعع وبدأت الـ MBC تكبر أنا كمان كبرت يعني فيه نوع من العطاء المتبادل فيه نوع من النجاح المشترك لذلك أنا حزت بنفسي أنه ضربته من بيتي أبي عرفت كيف؟ بس طبعاً مش كان الحق على الـ MBC لأنه كان فيه قرار وأنا نصلت إلى كذا مرة ما بدي أرجع أحكي بها كان فيه قرار سياسي يعني إدارة الـ MBC ما كانت بتحبز هذا اللي حصل معي بس على كل حال هلأ صار اللي صار وصار ورانا بعدين صار برأنا بأشي برأنا بأشي أهم بكتير يعني لما بتشوف أنت هالشي اللي حصل في العالم العربي أهم بكتير من قصة والله خلاف إعلامي مع محطة أو قصة تجاوزت الأمور فيه دم فيه قتل فيه فيه تهجير فيه نزوح فيه مصائب كبيرة يعني لطقية الرئيس بشار الأسد في 2014 بالأيل نعم بأي شهر؟ والله بشهر حزيران هذه الزيارة العلنية في زيارة سليد؟ لا لا ما عندي زيارة أنا إلي زمان ما رحت على سوليا بس كنا بمناسبة هناك وقابلتم سمعت منه شو وجهة نظره للأوضاع السائدي مطمئن الرئيس الأسد؟ مطمئن بتصور أول شي لما شفته بشهر حزيران كان كثير مطمئن بتصور اليوم صار مطمئن أكثر يعني إذا شايف أنت كيف الأمور تبرم كيف الأمور تتجه كيف تتجه الأمور بعد اللي حصل بتشوف أنت أنه حتى دمشق مرتاح أكثر حتى الناس في سوريا اللي بتحكيهم من أصدقائنا كذا بتحس صار في عندهم ارتياح ما عش في عندهم خوف من المستقبل شوفت سهر بالشام انت برسنة كيف كان السهر بالشام والله بعطولي صور عم تحكي مع أجد؟ سهر فعلا أنا حسات أنه سهر بالشام بعطولي صور يعني يعني يا سيدي والله العظيم حرام اللي أصاب سوريا واللي أصاب الشعب السوري والله هذا الشعب السوري كله بجميع فئاته من سنة إلى علويين إلى مسيحيين إلى كل الطوائف إلى دروز ما بيستاهلوا ما بيستاهلوا والله العظيم يعني 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 شيء يدمي القلب اللي شفناه طيب هالنزوح السوري مش حرام شايفون عنا بلبنان عم نشوفهم نلتقى فيهم بالشوارع نلتقى فيهم بالضيعنا عم نقدر نساعد قد ما فينا طيب مش حرام هؤدي الناس كانوا عايشين بألف نعمة كانوا عايشين يا سيدي حتى الفقير كان عايش بسوريا المسوت مدعوم الخبز مدعوم المحروقات مدعومة الأدوية مدعومة المستشفيات ببلاش الجامعات ببلاش المدارس يعني كلنا بتحكي فيها أنت هني عم يتحسروا اليوم يعني حتى الناس اللي نزحوا واللي حطولهم بيروسهم أنه لازم نغير النظام وفكروا يغيروا نظام اليوم هني بتقع بتحكي معهم بتلاقي هني أكتر ناس اليوم تمسكين مستقين من الأشياء اللي صارت وندبانين على الشيء اللي صارت حكيت عن إعادة تموضع بالموقف السعودي ولكن بالأول الأخيرة كان هناك هجمة شارسة من السعوديين نحو تخفيض أسعار البترول للضغط على روسيا ووصولا لضرب قيمة الروبل هذا ما أنه لا يعتبر مهادنة هذا يعتبر ضغط اقتصادي شارس بتجاه تغيير موقف روسيا وبوتن من الخلق السوري لك هذي كمان بدأ 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 تحليل يعني بس أنه أنا اللي بقول أنه القرار مش كله بيد السعودي يعني مش السعودي طلع على باله أنه هي تخفض أسعار النفط وتخفض أسعار النفط أنا بعتقد فيه قرار غربي فيه قرار أمريكي فيه قرار أوروبي طبعا لحتى هذه حرب باردة مع سوريا ومع إيران بس بالنتيجة عملية هشام عملية عض أصابح مين بيصرق بالأول بقى أنا بتصور أنه اللي راح يبدأ يصرخ هني الجانب المنتج للنفط بوتن ما راح يصرخ لا راح يصرخ لأنه عم بيقول هو أنه مبرمج سياسته الاقتصادية على أساس أربعين دولار للبرميل بقى راح يقدروا ينزلوا الأربعين دولار بالبرميل يعني إذا نزلوا البرميل لأربعين دولار تصور أنه كل سياساتهم الاقتصادية كل خططهم التنموية في الخليج وفي دول المنتجة للنفط كلها بدأت تأثر كلها بدأت تأثر بلشوا يقعوا تحت عجز يعني تصور أنه بالميزانية السعودية في عجز كذا 270 مليون ريال في عجز بميزانيات أخرى بقى بتصور لعبي كبيري مين سيستفيد بنا بالآخر لا أعرف بس أنه ليس سهلي ليس سهلي أرجع أحكي شوي عن جوش أردحي على الإعلامة أنت إعلامة لبنانية وعندك طبوح سياسة ليس مخبة بموضوع الكرسي النيابة نحكب بفترة فترات عودتك إلى الشاشات اللبنانية وطرح اسمك ببرنامج للنشر وسمعنا عن إصرار مالك محطة الجديد تحسين خياط على وجودك كبديل عن الإعلامة توني خليفة الصديق ببرنامج للنشر أنت أصررت أنه أنا بدي برنامج بغير اسم أنا ما بيجي على برنامج عنده ذات الاسم أول شي شو صحة هالخبر من أساسه لا صحة له من الأساس أول شي من طرح تعودتك إلى الشاشات اللبنانية تعودتك إلى الشاشات اللبنانية ما بتساعدك بقربك من الجمهور اللبنانية يبدو يصوت لك بعدين يمكن يمكن بس تقول لك شغلي أصلا هذه أنا سمعت فيها بس أنا يعني بتربطني صداقة بالأستاذ تحسين خياط وفي مودي وفي محبة ولا بحياتنا أنا ويش تغل أحكينا بشغل منحكي عن المحطة بكل الأمور بس ولا بحياتنا أحكينا بشغل ولا مرة انطرحت الفكرة أنه أنا ألتحق بقناة الجديد ما أجا عرض ولا أحكي ولا عرض ولا نحكي ولا نحكي الموضوع حتى لما الأستاذ توني خليفة صديقي وحبيبي لما نستقال من البرنامج والتحق بالأم تي في أنا عرفتها من الجرائد طبعا وعرفتها بس من الوسائل الاتصال الجماعي بس ولا مرة انطرحت أنه يا أنا أخذ برنامج توني أو أنه أنا أقدم برنامج بالإدارة الجديد بيعرفوا أنه أنا عندي عقد مع الوسن عندي عقد مع الوسن وعالة لما بتعمل عقود في عقود بتصير حصرية بقى الوسن اللي عم تعمله مثل ما عملت مع برنامج المسامح كريم بأنه تنتج البرنامج تعرضه على قناتها على شاشاتها ثم بتبيعه إلى قناة مفتوحة لأنه قناة الوسن مشفرة بقى في قنوات مفتوحة مثلا سي بي سي بي مصر قناة كبيرة ومهمة اشترت حقوق برنامج المسامح كريم وعرضته عرضته في رمضان وعم تعرضه إلى اليوم بعدها عم تعرضه أخذ حقوقه من الوسن بس بعد ما كانت الوسن عرضته على شاشتها بقى هلأ إذا في قناة لبنانية بتشتري برنامج المسامح كريم أو غيره حتى يعرض في لبنان بدون يشتروه من الوسن بس وجودك على حطة لبنانية قريب من جمهورك اللي بدون ينتخبك يوما ما منه مطروح والله إليك هلأ جمهوري اللي بنتخبني مش رح ينتخبني من شين برنامج عم بقدمه بس تعرف أنت القرب من العين قريب من العين قريب من العين أنا والله بتصور أني بعتقد أني موجود يعني ماني ما بدي حكي عن حالي حضرت للنشر بعد توني خليفة مع ريمة كاركي حضرت عجبك ماشي الحال ماشي الحال ما فيني شوف زملاء اتنينون بحبهم ريمة بحبها وطوني صديقي وبحبه بقى يعني مرة سمعت حدا أصدقائي عم بيقول على المقابلة أنه كان لازم يعني ياخدوا يغيروا اسم البرنامج ما يسموه للنشر لأنه هيدا إذا ريمة بنت قدموا يقدموا ولكن بغير اسم ستخضع للمقارمة إيه يعني أعمل برنامج كثير حلو وكثير ناجح كثير ناجح باعتراف الجميع طبعا وأبدع فيه بقى مش سهلة مش سهلة مش سهلة إذا بدي يقول بدي يحضر في جو معلوف في ريمة كاركي وفي توني خليفي مين بيحضر؟ بصراحة شوفها عم تحرجني بس أنا بقول لك شغلين لأنه بنفس الوقت لأنه بنفس الوقت وفي عندك الزابين مش هيك بقوله بعد ثلاثة بتشوف مثلا إذا فيه موضوع إذا فيه موضوع عم بتحكي عنه ريمة أهم من المواضيع اللي عم بيحكوا عنها بخلي بركز شوي مع ريمة إذا لأ جو معلوف إذا لأ توني بس حسب المواضيع فيه مواضيع بتهمني مواضيع ما بتهمني سكتر ريموت بدك تحط حدا بالأول مو في التليفيزيون بك تحط حدا بالأول ما قلنا لك ما نحن نضل نهادي لكل الحلقة فيها حرطة الحلقة لا بحطاني أول شيء لماذا تكون لفه ودوره بحطاني جو كمان جو ممتاز جو عم بيحط كنت ضيفه بأحد الحلقة كنت ضيفه وعم بيحط إصبعه على الجرح جو كمان عم بيطرح مواضيع كتير مهمة كتير مهمة بتمسنا كلنا سوا أنت ما عرض الثلاث برامج من ذات النوع بذات الوقت ما بيرأيك لا 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 في شيء بالبرمجة مش صحيح عند المحطات الثلاثة بيلبقوا لك هالبرامج يعني كان لازم إذا كان فكرهم يعني يحطوا هالبرامج حتى تنافس بعضها في الأقوى رح ياخد نسبة كبيرة من المشاهدين بقى هذه غلط سياسي غلط أنت بيلبق لك هالك نوع برامج لا لا يعني مش لهيك تضحكت وقت حسمات الإشاعة بتعتبرها إشاعة حتى لا تعتبر أنه ضمن الجديد تفكروا بهذا الموضوع أبدا أبدا ولا تطرح معي الموضوع لا من قريب ولا من بعيد لا أساس لها من الصحة بالعودة إلى برنامج المسامح كريم الذي يعرض على شاشة واسان وشاشة تي بي سي وبالعكس تخبرك شغلة يعني الأستاذ تحسين هو قال لي كنا مجددين سوى قال لي خلاص ريما كاراكي ستجي تقدم برنامج مطرح ريما عندها عندها نزعة أن تتحكي بسرعة ما أريد أن تقول لي ريما حكي عن أهلك أنا عندي ذات النزعة هي أكثر منك أبدا أسرع مني اسم الله فكرة سريع ولكن من المشاهد أريد أن تعطيها وأحيانا بالقطارة طبعا بمحبة أكيد كل النصيحة طبعا بمحبة لنرجى على برنامج المسامح كريم الذي يعرض على شاشة واسان وشاشة سي بي سي المصرية ما قصة الشاب المغربي الذي اتهم البرنامج بفبركة التصريح وبدفع ما وصلني منها شيء من زمان هذه القصة ماشي ثلاثة شهر أربعة شهر ونحكي فيها وبعدين ما بعرف كيف سكت ما بعرف كيف يعني أنا ما قالي علاقة بالإعداد بس أنه عم ندفع مصاري لنجيب ناس أعتبر هو أنه قال صرح أنه ندفع له مصاري ليقول أنه تعرض للضرب والسحر والشاوزة بمعنى أنه يعطي شهر رجع نفي هالشي رجع نفي هالشي رجع نفي هالشي هو نفي هالشي هو نفي هالشي تعرضت على مواقع التواصل الاجتماعي له أنت إذا بخبرك قصة هذا الشاب خبرني قصة تفقع من ضحك هذا مرته طلبت أن تراجعوا أثنين هني مطلقين رجال ومرأة الست هي اللي طلبت أن نجيب هذا الشاب قصة مضحكة يعني بس طبعا الأعداد أنا ما بتعطى بالأعداد ما بعرف يعني أنا بشوفهم بس بالستوديو كيف بيجي فضيف لعندك بستقبله أنت وقعد بالستوديو أنا هيك بيعطوني القصة بقرأ كلمتين عنها بعرف شو القصة بشرح على الناس وبستقبل الضيوف بقى إجت الست قاعدت حكيت ورويت قصتها وقالت أنه هي زوجة تهمة بالشعوزي أنه بتروح لعن الطبيب طبيب عشاب هي بتقول طبيب عشاب بس جوزة قال بتروح لعن الساحر وهذا الساحر عملها بيسموها الكتيبي نحنا من أولى منسميها نحنا كتيبي هني بيسموها عمل عمل لعمل يعني عملت عمل لجوزة بدأ إيه جوزة يصير يحبها أكتر بقى صار تحط له أعشاب قلب الشاي وهذا رجال يجي من عشيه تحط له بهالشاي يأكل بقى يشرب بهالشاي إسهيل يشوي سيبه إسهيل مع التهر وضعف ورح يموت بعد كم أسبوع رح يموت سأل للي شو عرف أنه عم تروح لعن الطبيب رقبة لحقها شافها راحت لعنه هذا مشعوز وهو بقول مشعوز لما شافها راحت لعنه مشعوز وعم بتجيب أدوية وكذا وتحقها ملصة طلقها طلقها هي بعدها بتحبه يعني كانوا مجوزين جديد يبدو ومقرون زمان بقبلها ترجعوا طلبت أنه تجي لعنه على الستوديو جبناها وطلبت جوزة كمان جبنا جوزة جوزة بالأول مش عارف بيقولوا له أنه أنت جاي ضيف عند جوش إرداحي هو بيقول لك بار جوش إرداحي بركي فيه ملايين بركي فيه ملايين إجا الشاب قعد بعد ما هي رويتنا كل الصطة وأنكرت أنه تكون راحت لعنه مشعوز قالت هو طبيب أعشاب وأنا عم بعطيه أعشاب لحتى يهدي أعصابه لحتى يتنشط ويقوى ومدرشه إذا بدت وصلنا العشب للشباب لأنه أنا وناجي ووديع بقى أعرف زلمة حكيت أنا وياه اسمه محمد قلت له بدك تعرف مين اللي دعاك قال لي طبعا قلت له ليك مش أنا لدعيك أنا وسيط وسيط خير بس مش أنا لدعيك وتحب تعرف مين دعاك قال لي طبعا طبعا قلت له تطلع بي هالشاشة طلع بالشاشة يشاهد مرتو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقف وقف قال لي أنا ماشي قلت له أين تقول بالك قال لي لا 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 قال لي فيه شياطين قال لي فيه جن فيه شياطين بالستوديو حبل حاله طلع من استوديو وفل طلع لبرة في بركة ماي برة بركة 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 غمقة شي مترو نز ومليني ماي بتيابو ظل رايح زدت حاله بالبركة قال غسر حاله انه بالستوديو ركضوا وراه هني تجيبوه طبعا ما رضي يرجع هذه القصة كلها سوى طبعا هذا الشاب قال فيه شياطين وما ممكن يرجع لها طب تاني واخر بريك بحلقة الليلة ومنرجع مع البند يلا او قابلتك انت لقيتك بتغير كل حياتي ما عرفش ازاي حبتك ما عرفش ازاي اي حياتي وقابلتك لقيتك بتغير كل حياتي ما عرفش ازاي حبتك ما عرفش ازاي اي حياتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر